لهيب الصيف الحارق يعصف بمناطق الشمال السوري تتضاعف حرارة التقس داخل الخيام البلاستيكية ويصبح الحصول على المياه الباردة والصالحة للشرب من المستحيلات نحن كمية الماء عنا كتير قريلة بيجي صار يجي ماء كل يومين بيجي صار يجي ماء ووضع هون الماء كتير كتير ما سوى هون سجل ستين عائلة صار اكتر من ستين عائلة ارتفاع درجات الحرارة وشح المياه وانخفاض مستوى الدعم الدولي كان لها تأثير بالغ على حياة الاطفال وكبار السن اذا سمت هذه العوامل مجتمعة في ارتفاع نسبة الامراض السارية والمعدية ايه ما عشتنا عين خاتكية مننا بلاكل ما معنا اوبركين فغلخية الشوب ابياكلنا ابياكلنا دوما شورينا عالتباي في الليل ما مننا نار حمرك الخيام تروي حكاياتها الخاصة تظهرها شاشتها امام اي تحدي في بيئة غير صالحة للعيش لكنها الخيار الوحيد لهؤلاء الناس خفت المي كثير صار يعني يعني هلق شيء اسبوع اسبوع كامل ما اجت المي اليوم حتى اجت ويوم اي يوم لا تجي المي في تقرير للامم المتحدة تشير الاحصاءات الى ان حوالي مليون ونصف مليون نازح يعيشون في مخيمات شمال سوريا معظمهم يفتقرون الى المياه الصالحة للشرب في فصل الصيف تتجاوز درجات الحرارة في هذه المخيمات اربعين درجة مئوية مما يزيد من معاناتهم اليومية المنظمات الانسانية تبذل جهودا كبيرة لتوفير المياه لكن الاحتياجات تفوق الامكانات المتاحة بكثير في حرارة حارقة تغلف هذه المخيمات يصبح الحصول على المياه الباردة والصالحة للشرب امنية بعيدة المنال لا يزال السوريون في هذه الخيام ينتظرون بفارغ الصبر اليوم الذي تتحول فيه مأساتهم الى ذكرى ويصبح الحصول على المياه والغذاء حقا اساسيا لا حلما صعب المنال من مخيمات ريف حلب الشمالي قحطان مصطفى العرضي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة